لم تشفع لهذه الأم عند ولدها آلام الحمل والولادة ولم تشفع لها عنده السنوات التي قضتها في تربيته والليالي الطوال التي سهرتها من أجله حيث كانت جزاؤها ومكافأتها هو القتل على يد هذا الابن المدمن يقول هذا الابن المدمن الذي أفقده إدمانه صوابه وجعله يرتكب جريمته الشنعاء بلا وعي أنا نادم ولم أكن في وعي عندما قتلت أمي الترامدول أفقدني عقلي وإنسانيتي هذه الكلمات عبر بها الشاب عن حزنه واستيائه وندمه لقيامه بقتل والدته صاحبة الثمان والخمسين عاما مبينا أنه اعتاد من صغره تناول المواد المخدرة وأنه خرج من التعليم وفي الصف السادس الابتدائي وعمل سائقا عقب ذلك على سيارة نقل كان يمتلكها ثم تزوج غير أنه انفصل عن زوجته منذ ثلاث سنوات وأضاف أن والدته أدخلته مستشفى الصحة النفسية للعلاج من الإدمان عقب تطليقه لزوجته وظل بالمستشفى نحو خمسة وعشرين يوما وخرج منها ثم ترك العمل كسائق على سيارته وأصبح عاطلا نظرا لمروره بأزمة نفسية وكان جسده يتعرض كل فترة لحالة من التميل والهبوط وأصبح دون عمل وفي صباح يوم الواقعة طلب من أمه نقودا إلا أنها رفضت فحدثت مشادات كلامية بينهما وتركته من مفرده داخل غرفته وذهبت إلى المطبخ لإعداد وجبة الفطور له بعد دقائق معدودة توجه خلفها وطعنها ثلاث طعنات بسلاح أبيض كان بحوزته ولم يتركها حتى فارقت الحياة وتركها غارقة في دمائها وخرج من المنزل في حالة هستيرية ونوبة من البكاء وعقب معرفة الأمر قام بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية معترفا بارتكاب الواقع ومرشدا عن مكان السلاح المستخدم لقد أغواه الشيطان وسيطر على عقله لأنه لم يلتزم بأوامر الله وأعرض عن ذكر ربه فعاش حياة كلها ضنك وحزن مهم وصدق قول الله تعالى فيه وفي أمثاله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ذهب شابان إلى شاطئ البحر ومعهما عشاؤهما وأثناء تناولهما للعشاء جاءت سيدة كبيرة في السن وأخذت تلتقط الطعام المتناثر على الأرض وتأكله فسألها أحدهما إن كانت جائعة فقالت له أنا هنا منذ الصباح ولم أتذوق طعاما أو شراب وقد أتى بي ولدي إلى هنا وأجلسني في هذا المكان ثم تركني وأخبرني بأنه سيعود ويأخذني معه بعد وقت قصير أعطى الشابان للسيدة العجوز طعاما فتناولته وعندما تأخر الوقت وحل البرد على المكان حمل الشابان أغراضهما واستعدى للرحيل شعر الشابان أنه ليس من المرؤة أن يترك هذه العجوز في هذا المكان وهذا الوقت بمفردها فسألها أحدهما إن كان معها رقم هاتف ابنها ليتصل به ويأخذها معه فأجابته أن ابنها قد كتب رقم هاتفه في ورقة ثم أعطته تلك الورقة والمفاجأة الكبرى عندما قرأ الشابان المكتوبة في هذه الورقة فقد كتب الابن فيها من يجد هذه السيدة يذهب بها إلى دار المسنين أخذ الشابان يترجيان هذه السيدة لمدة ساعة لتذهب معهما إلى مكان آمن أو أي مكان تريده ولكنها رفضت لأن ولدها وعدها بالعودة ولا تريد أن تغادر المكان كي لا يتعب ولدها في البحث عنها عندما يعود ولا يجدها ولأنها لا تعلم أن ولدها قد تخلى عنها أخذت تردد لهما سيعود ولدي وسيأخذني معه وسأنتظر عودته هنا عندما رفضت السيدة كل محاولات الشابين بالذهاب معهما اضطر إلى مغادرة المكان وتركاها لم يستطع أحد الشابين أن ينام وهو يفكر في مصير هذه السيدة المسكينة فنهض من فراشه وبدل ملابسه واستقل سيارته وذهب للشاطئ عندما وصل الشاب وجد السيارة الإسعاف وسيارة الشرطة بالمكان ووجد الناس مجتمعين والسيدة قد فارقت الحياة بعد أن ارتفع ضغطها بسبب خوفها على ابنها أن يكون قد أصيب من مكروه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا عاشت سيدة فرنسية في الجزائر واعتنقت الإسلام وكان كل أهلها في فرنسا غير مسلمين أصيبت هذه السيدة بمرض السرطان الخطير وذهبت إلى طبيب ليتابع حالتها فقال لها إن المرض انتشر في جسدك كله وما هي إلا مسألة وقت قصير وتموتين ثم جهز ملفا باسمها ووضع تقاريره وصور الأشعة وغيرها في هذا الملف وعندما علم أهلها بمرضها قالوا لها هذا غضب الرب عليك لأنك أسلمت ارجعي عن دين الإسلام عسى الرب أن يعفو عنك لم تستمع السيدة لكلامهم وتمسكت بدين الإسلام فعرضوا عليها أن تأتي إلى فرنسا ويكشف عليها أطباء كبار أفضل من أطباء الجزائر سافرت السيدة إلى فرنسا وكان أهلها يعلمون تمام العلم أنه لا أمل في شفائها وكان مقصدهم أن تكون هذه السيدة عبرة لمن يعتبر ممن أراد أن يسلم ويدخل في دين الإسلام لذلك توجه الأهل بالسيدة إلى الكنائس وقالوا للناس هذا جزاء من يدخل في الإسلام بكت السيدة بكاء شديدا بعدما عرفت مكرهم ثم رجعت إلى الجزائر تنتظر الموت على دين الإسلام وفي ليلة من الليالي فكرت أنها لو ماتت ستكون عبرة لمن لم يعتبر من أهل بلدها وسيدعون كذبا أنها ماتت لأنها دخلت في الإسلام فنهضت وتوضأت في جوف الليل وفرشت سجادة الصلاة وقامت الليل وأخذت تدعو الله بقولها يا رب إنني لا أخاف من الموت ولا أخاف من لقائك ولكني أخاف أن أموت ويشمت بي الأهل لأني أسلمت ويخاف الناس من الإسلام يا رب شفني وعافني لكي يعلم الناس قدرتك ورحمتك ويدخل الناس في الإسلام ولا أكون أنا السبب في تنفير الناس من الإسلام ثم أغشي عليها وراحت في غيبوبة حتى استفاقت في عصر اليوم التالي ولم تشع بأي ألم فعرفت أنها صحوة الموت وأنها ستموت في الحين ولكن عندما جاء الليل لم تموت ثم قامت الليل حتى الصباح ولم تموت بل ولم تشعر بأي ألم فدهشت وذهبت إلى طبيبها المتابع لحالتها وبعدما أجرى لها الطبيب جميع الفحوصات سألها من أنت؟ فأخبرته باسمها وبأن لها ملفا عنده فقال الطبيب إنك شخص آخر غير الذي في الملف الملف يقول أنك مريضة بالسرطان وفي حالة متأخرة وأنت ليس عندك سرطان نهائيا ولم تصاب بالسرطان مطلقا فسجدت لله حمدا وشكرا وذهبت إلى فرنسا وفي نفس الأماكن التي شمت الأهل والناس بها لأنها مريضت بعد إسلامها وتحدتهم وقالت لهم أنها شفيت من هذا المرض الذي يعجز أمهر الأطباء أمامه لأنها أسلمت ووثقت في الله فأسلم عدد كبير من الناس بسببها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أصاب مونة التغيب الطويل لزوجها عن البيت وشعورها بالفتور العاطفي والإهمال من قبل زوجها دفعها للدخول في دوامة الأسئلة مثل هل أنا لست جميلة؟ أم أنه يحب فتاة أخرى معه في العمل؟ أم لأنني لم أنجب؟ ظلت مونة لأيام مع هذه الأسئلة حتى أنشأت حساب فيسبوك لإشغال وقتها لتمنأ الفراغ وغياب الزوج بالإضافة لشعورها بالنقص والحرمان وعطشها لأي كلمة تشعرها أنها أنثى وجميلة ومرغوبة فيها إلى أن تعرفت من خلال الفيسبوك على شاب استمع إلى مشاكلها في البداية ثم تطور الأمر بينهم إلى أن شعرت أن هذا الشاب هو الذي كانت تتمنى وتبحث عنه طوال الحياة لدرجة أنها أرسلت له الكثير من صورها ثم لبت طلبه بالالتقاء به في أحد المطاعم وحين التقت به في المطعم صور هذا الشاب جلستهما معا دون علمها كما تلاعب بصورها وأظهرها في أوضاع مخلة عن طريق فيديو صنعه لها ثم هددها بإرسال ما تم تصويره إلى زوجها إن لم تستجب له بالحضور إلى شقته وأصبح شبح الفضيحة يتراء أمامها فلجأت إلى مستشار أسري عبر تويتر ليرشدها إلى حل لمشكلتها ومن عومة الثعابين طلب منها هذا المستشار الخروج معه إلى مكان عام فلم تستجب لطلبه واستعانت بزوج صديقتها فلم يكن هو الآخر إلا ذئبا يريد افتراسها فلما وجدت نفسها ضحية بين ذئبين كل منهما يهددها ويطلب منها التنازل عن شرفها مقابل إخفاء سرها في هذا الوقت وبعدما أحاطها اليأس والحزن والبكاء ليال طويلة لم تجد مناسبلا إلا إخبار زوجها بما حدث وليكن ما يكن بمجرد سماع زوجها لما حدث قام بتطليقها دون البحث عن الأسباب التي عرضتها لما حدث وأن إهماله لها كان من بين الأسباب لم تجد منا أمامها إلا أن ترسل رسالة للشاب الذي تلاعب بصورها وصور لقاءهما بالمطعم وتخبره فيها بطلاقها وتستعطفه ليتزوجها فما كان منه إلا أن أغلق حسابه فورا واختفى من حياتها بعد أن كتب لها ردا على رسالتها قال فيها آسف أنت لا تصلحين أن تكوني شريكة لحياتي وأما لأطفالي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير